الشرطة الأسترالية أعلنت أن رجلاً في الأربعين من العمر يعاني التراباً نفسياً. هو منفذ هجوم بالسكين في مركز تجاري في سيدني. أوقع ستة قتلى وعدداً من الجرحة. مستبعدة أن تكون له دوافع إرهابية. مساعد رئيس الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز أنتوني كوك أفاد بأنه لا تتوفر لدى الشرطة في هذه المرحلة أي عناصر أو معلومات أو أدلة أو بلاغات تدفع إلى الظن أن دوافع خاصة أو عقيدة ما كانت وراء فعلته. كما أشار أنتوني كوك إلى أن الرجل المعروف من الشرطة أتى من ولاية كوينزلند شمال شرق البلاد. هذا وتعرض المهاجم جويل كوتشي للمطاردة وأردته قتيلاً شرطية تلقت إشادة على ما قامت به. ومن جهتها أفادت المسؤولة في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز كارين ويب عن مقتل ست نساء ورجل في هذه الحادثة. وكان الرجل الباكستاني الأصل وفي الثلاثين من العمر بحسب ما أفادت به الجمعية الوطنية الباكستانية الأسترالية. ونقل 12 شخصاً إلى المستشفى من بينهم رضيع في شهره التاسع. ووقعت الحادثة في مركز ويستفيلد بونداي جونكشن التجاري الكبير الذي كان مكتظاً بالمتسوقين.